مرحباً يا أيها الأصدقاء هذا فيديو للازريف بعنوان لا أشعر بحب الله ما العمل الفيديو سبق أن ترجمته وهو متوفر مع عنوين على قناة تشقيص الكارمة قناة لازريف الرسمية بالعربية في اليوتيوب أقرأ إن كان سيحصل ما يقال في الكتاب المقدس أي إن جرت الطاقة الإلهية أو وردت الطاقة الإلهية فإن عدداً كبيراً من الناس سيكون غير مستعد للعيش في هذا النمط في هذه الحال يطرح نفسه سؤال ما العمل هنا أعلق ماذا يقصد لازريف إن كان سيحصل ما يقال في الكتاب المقدس أي إن جرت الطاقة الإلهية فإن عدداً كبيراً من الناس سيكون غير مستعد للعيش في هذا النمط حسب ما بيقول لازريف قريباً أو بدأت تقترب الآن منا مصفوفة المستقبل وهذا المستقبل مختلف نوعياً عن الحاضر عن الواقع اللي نعيش فيه وعلينا أن نتطابق نتناسب مع هذا المستقبل هذا المستقبل طاقته عالية ووقت بتجي هذه الطاقة الطاقة الإلهية لازم نكون مستعدين لذلك يجب أن نكون على مستوى معين من الطهارة وإلا حسب ما أنا بفهم ستخرج من القزارات بسرعة كبيرة ولن نلحق التطهر منها يعني مثل ما بيقول لازريف إذا دخلت منزل منزل طاهر مثلاً الواحد لازم يخلع حزاؤه القزر وإذا لباسه قزرة لازم يلبس سياب نظيفة فإذاً في هذا الحال يطرح نفسه سؤال ما العمل مؤخراً توصلت إلى أمر بسيط أو إلى استنتاج بسيط سهل القول يجب الحفاظ على حب الله لكن الشخص لم يتعلم الحب بعد ولا يعلم ما هو الحب أصلاً وأنا أقول له أن يحب الله أن يحب الله أفهم حينها فهمت أنه يجب تبسيط المهمة للإحساس بحب الله وبالحاجة إلى الحب فإذاً للإحساس بحب الله والإحساس بالحاجة إلى الحب يجب أولاً عدم الشعور بالحقد تجاه الله وعدم مقاومة لا ما هي مقاومة الله؟ هي عدم قبول مشيئته بكل بساطة هي عدم قبول مشيئته حين نزعل من أحد حين نندم على الماضي نحن نصارع الإرادة الإلهية التي تتحقق أو تحققت إذن لقبول الإرادة الإلهية علينا أن نفهم أنه مهما فعل الله فهو لخيرنا أي أن كان الموقف فهو يعمل لمصلحة الحب وإنقاذ النفس وكل ما يجب فعله هو النظر إلى الأمور من وجهة النظر هذه إذن لنشعر بالمشيئة الإلهية علينا التحرر من تزمراتنا من الآخرين من تزمراتنا من أنفسنا والمصير علينا أن نفهم أننا في الداخل طاهرون ومكونون من الحب لذا نحن أعلى من أن نحقد ندينا نزعل وإلى آخره وكل شيء يعمل لمصلحة الحب ثم للشعور بالمشيئة الإلهية يجب علينا إقناع وعينا بذلك ربما علينا تكرار أننا نتقبل المشيئة الإلهية أننا نفرح لتحققها أننا نفهم أنها تهدف لإنقاذ الحب في نفوسنا ثم من تجلياتي لاعتراف بالحب هو شكر الشخص على فعله بالتالي إن كنا نحمد الله على كل ما يحصل فهذا يعني قبولنا للإرادة الإلهية واعترافنا بها زعلي يعني أني لا أعترف بمشيئته أما إن كنت أعترف بإرادة الله بمشيئته وأفرح فهذا يعني أني شكور له إذن ببساطة كل يوم وخاصة حين تستيقظون يجب حمد الله على كل شيء وتقبل مشيئته كبداية من الذي سينجو يقصد سينجو في المستقبل من سيسد نقص الطاقة التي تدمر أي من سيهتم بإنقاذ النفس والنفس تنقذ بحب الله لكن حب الله مستحيل دون قبول مشيئته لذا توجد قاعدة بديهية صباحا يجب حمد الله قبول مشيئته تكرار أن حب الله هو السعادة والمتعة العليا ومغزى الحياة بكل بساطة ترجمة محمد سبالبل انضموا إلى قناتي وشاركوا الفيديو متوفر تطبيق تأمل لتخفيف التعلق الألم النفسي وتطهير النفس وكذلك لزيادة والمساعدة على الشعور بالمشيئة الإلهية يمكنكم اقتناء هذا التأمل بالتواصل معي هو غير مجاني رقمي في الوصف كذلك أذكركم بأنني أقدم استشارات خاصة وكذلك أذكركم بتوفي كتب سيرجيني كالليويتش لازريف بترجمة لدى دار قرأني انضموا إلى القناة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة